بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة السادسة الصفات التي لا ضد لها وهي سبع كما قدمنا سابقا وأولها الصفير ويعرفون الصفير بقولهم صوت زائد يخرج من بين الشفتين لذلك نجد الذين يمارسون هذا النوع من الصفير عندما يصفرون يتلاعبون بشفاههم يمنة ويسرى ويحدثون أنواع من الصفير وحروفه ثلاثة الصاد والسين والزاي فعندما يقرأ القارئ ينبغي أن يلاحظ إلى صفة الصفير هذه فيقرأ على سبيل المثال اهدنا الصراط المستقيم وقس على ذلك الصفة الثانية وهي صفة القلقلة ومعناها اضطراب المخرج عند النطق بالحرف فيحدث ارتجاجا بمخرج الحرف يسمى هذا اضطراب وحروفه خمسة مجموعة في قولك قطب جد القاف والطاء والباء والجيم والدال وتنقسم إلى قسمين قلقلة صغرى إذا أتت ساكنة بوسط الكلمة كما في قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق إذن الباء صغرى وعندما تأتي في آخر الكلمة فتكون القلقلة كبرى كما في قوله سريع الحساب ونريد أن نشير هنا إلى أن القلقلة في هذه الحروف قائمة ومستقرة ولكنها تظهر بالحرف الساكن أكثر الصفة الثالثة اللين ومعنى اللين عدم الكلفة عند خروج الحرف أي تخرج الحروف بسهولة ويسر وحرفاه هما الياء والواو الساكنتان المفتوح ما قبلهما وقد مرى معنا في أحكام المدود مثال ذلك قريش خوف الصفة الرابعة صفة الانحراف ومأخوذ من قول انحرف ينحرف ومعناه ميل الحرف إلى طرف اللسان أي عند خروجه وحرفاه هما اللام والراء الصفة الخامسة التكرير وتكرير الحرف لا يأتي إلا من ارتعاد اللسان عند النطق بالحرف أي اهتزاز اللسان عند النطق بالحرف وله حرف واحد وهو الراء فتقرأ الر بهذا الشكل ولكن هذه الصفة صفة تختلف عن بقية الصفات فهي صفة تحذيرية يعني إياك أن تكرر فجميع الصفات نأخذها للتطبيق العملي إلا هذه الصفة فنأخذها للامتناع عن تطبيقها لأنه لا يجوز أن نقرأ الرحمن بهذا الشكل وإنما نرفع اللسان إلى سقف الحلق ونلفظ الرحمن الرحيم وقس على ذلك الصفة السادسة صفة التفشي ومعنى التفشي انتشار الريح عند النطق بالحرف وحرفه الشين ولنأخذ مثالا على ذلك كلوا واشربوا فنحدث انتشارا بهذا الشكل كلوا واشربوا وهناك من قال بأن الفاء أيضا من حروف التفشي كما أن هناك من قال بأن الثاء أيضا من حروف التفشي ولكن الإجماع على الشين قائم الصفة السابعة صفة الاستطالة ومعنى ومعنى الاستطالة أي امتداد الصوت عند النطق بالحرف من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها وحرفه الضاد فنقرأ على الشكل التالي ولا الضالين بهذا نأتي على صفات الحروف التي لا ضد لها والحمد لله رب العالمين